السلام عليكم متابعين الأعزاء في هذا الفيديو سوف ترى معي إطلاق صراحي الحيوانات الى البرية ننظر الى ردد فعلام المدهشة تابع معي الفيديو ولكن قبل البدء لا تنسى الضغط على زر الاعجاب بالفيديو والاشتراك ليصلك كل ما هو جديد من القناة إطلاق صراحي الكثير من حمامات الصباق هذا الفيديو سيزهلك عندما ترى هذا الرجل الذي يكون بإطلاق صراح كبرى ومجموعة من الثعابين الى البرية إطلاق صراحي لأشق ولكن انظر اليه يقف ولا يتحرك هزا الدب ياجم على الكاميرا بعد إطلاق صراحه مباشرة الدب بدأ تقريبا على إطار ومصدق خارق إطلاق صراح مجموعة من البطاريك الى المحيط انظر اليه مدى سعادتهم حاول هزان الرجلان بإنقاذ هذه الغزالة من فخة علقت به لتعود الى البرية بأمان بعد تعافي هذا النمر يتم إطلاق صراحه الى البرية هؤلاء الأشخاص يحاولون جاهدين بإطلاق صراح هذا التمساح تم إنقاذ هذه الكوالا بعد أغطول أمطار غزيرة وبعد تعافيها يتم إطلاق صراحه الى البرية إطلاق صراحه هذه الأفع الى الغابة شاك كيف قفزت إطلاق صراح مجموعة من الأحصنة الى البرية شاهد إطلاق صراحه مجموعة من بباغاء المكاو الجميلة هذا الثعلب الطائر قد استضم بسيارة وطم إنقاذه ومعالجته وبعد مرور أكثر من عشر أسابيع يتم إطلاق صراحه الى البرية إطلاق صراحه هذا الزئب الى البرية إطلاق صراحه هذه السلاحف الصغيرة الى البحر في دعوة الحماية السلاحف الصغيرة إطلاق صراحه هذا الوشك الى البرية وشاهد ماذا فعل لحصن الحظ قام الرجل بإعادة آدات التحكم التي سرقها هذا الوشك اللئي بعد تعايفه هذا الاسد يتم إطلاق صراحه الى الغابة تردد لبعض الوقت ولكن خرج فيه النهاية إطلاق صراحه أسد البحر الى المحيط إطلاق صراحه فيل ضخم عادتي الى البرية لقد بزل فريق الإنقاذ هذا في مستشفى حيوانات الغابة كل ما في وسعهم لمساعدات مجموعة من كرود العنكبود التي تم إنقاذها وحان وقتهم لاعادته ميلة البرية إطلاق صراحه ملك الغابة وسط حضور الكثير من الطلبة يتم إطلاق صراحه هذه البابغوات نرى في هذا الفيديو رجلا شجاعا يحاول جاهدا بمساعدة هذا القرش لعادته الى المحيط مجموعة من النمور يتم إطلاق صراحه إطلاق صراحه كبرى وأفاعي وبعض أنواع الثعابين الى الغابة تم إنقاذ هذا الإوز من الجليد في الشتاء وبعد مرور خمسة أشهر أصبحوا أقوياء بما يكفي ليكونوا آمنين بمفردهم لزا فقد حان الوقت لإطلاق صراحهم يطلاق صراحه هذه الثعالب الطائرة الى برية قام هذا الرجل الذي يدعى ديمين أسبنر بإنقاذ وتربية غوريلا تدعى كويبي وبعدها قام بإطلاق صراحه الى البرية ولكن بعد مرور خمس سنين قرر الرجل العودة الى الغوريلا وقد حذروا الجميع من الذهاب إليها لأنها أصبحت متوحشة ولكن الرجل صمم على الذهاب وبدأ ينادي عليها وانظر الى ما حدث خرجت من الغابة وبدأ ديمين وكويبي بالتحدث معا في مشهد مؤثر للغاية ومن هنا نكونوا قد وصلنا لنهاية الفيديو اكتبونا في التعليقات رأيكم عن أكثر مشهد مؤثر رأيته في الفيديو ولا تنسى الآجاب بالفيديو والضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من القناة فهناك الكثير من المحتويات الشيقة فيها المستقبل إن شاء الله وشكرا لحسن المتابعة